ويا بريس لها فنحن نرد لأن نحن علماء ونحن متخصصون في الفقه والأصول ونحن مختصون في هذه الأبواب فإذا من واجبنا والرسالة الملقاة علينا أن نبين الله سبحانه وتعالى أخذ العهد علينا لتبيننه للناس ولا تكتمونا فإذا من واجبنا أن نبين الوزير ليس عالما ولا فقيها هو له تخصصه القانوني وما إلى ذلك نحن علماء علماء الشريعة الإسلامية لن تخصصنا فمن حقنا أن نبين لكل من أخطأ أنك خرجت عن القانون الإسلامي وهو إذا خرج شخص عن القانون الوضعي يقول هو خرجت عن القانون الوضعي إذن ليس من حقه أن ينكر علينا ما هو من اختصاصنا نحن الله عز وجل الذي أمرنا أن نقول الحق وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمونه والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا دينار وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فنحن هذا واجبنا وهذا اختصاصنا وليس من حق الوزير أن يتهمنا بالجهل لأننا دكاترة وأننا مختصون ودرسنا العلم وثنينا ركبنا على العلماء حتى وصلنا لهذه الدرجة ليس من حق أن يتهمنا بالجهل لأن شهاداتنا تكذب ما يقول ويأترس